صباح كمالنا بالخير وفيديو الشروكي أنا عدري تحبون الشروكي وايد فاليوم فيديونا عن الشروكي ونشكر بورتراج اللي وهم يعيين يأخذون الشروكي من عند القراج انصبغ الشروكي لا تحكمون عن اللون قبل أن نخلص لأن الرنقات رح يكون لونهم غير توائر أكبر سيارة رح تتكحل بلون أسود فلا تحكمون عن اللون أنا ما كتبوريك بصراحة كتبثوا حركة لما تشوفون اللون بس حسيت أنه بدأت وتملون فوريتكم اللون لما يخلص رح تحكمون عن اللون لأن في شاء الله ستكون سوداء في شاء الله ستكون يعني تغير اللون هذه الصبغة من أحلى ما يمكن طبعا الصبغ الماني يعني حتى الصبغ توصينا فيه خذينا نوع الماني صدفيان موقف أن البطارية خنست ومثل ما أنتوا شايفين عندهم جهاز يشحن البطارية سبحان الله خدماتهم كلها رح تباين بالسعر هذه الظاهر ترجمة نانسي قنقر 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 لا يصير شكل السهرة غلط المدقر اللي بره طالع والتاير داخل لازم يكون متناسق الموضوع ركبهم هذا هذا الرنقات اللي اخترناهم اكس دي حجم 17 اسم الرنق اكس دي كي ام سي وشكله هذا التاير اللي اخترناه انا بغينا حجم 33 وهذا الحجم ضابط على السيارة واني التاير امريكي تجميل صيني امريكي وصلنا على مرحلة تركيب التاير الرنق حتى يسهل عليهم التركيب لا يخرب التاير الجراحة حجم المترجم للقناة عادة انا سوي لكم محتوى وانتو تحمسون هالمرة انا متحمس وياكم لان الشكل وايد عجبني بصراحة والحين لما يركبون راح تشوفون رفعت السيارة اشلون صارت صج راح يتغييش شكل السيارة واحنا للحين يعني 50 بالمية من شكل السيارة ما وصلنا للحين حق اللي نبيه فمتخيلين ان هذا شكل 50 بالمية بس بدأ يطلق شكل المشروع يعني التعب بدأ يبين بالسيارة حاليا والصبغة انا منسبة لي حياة عجبتني يعني القراج القلف ابدعه بصراحة بالصبغة هذه الالحين ما نحط لها نانو ولا شيء والالحين مو مغسولة وشوفوا لامعتها لما تخلص الشان اخترنا لها افضل صبغ الماني علشان نطلعها اللون بالشكل هذا طبعا بعد ما استشرنا صراح لانه هو الخبير بالموضوع هذا يمكن لحين انتوا قاعد تشوفونها اورنج اذا صورتها بيوم في شمس راح تشوفونها صفرة واللي ما ادري في احد فيكم لاحظ هذا اللون من وين يبتا انا ابي الشخص شي شوي مركز واي شوفوا هذا الجمس مو جمس سيبرمن شفر شي خرع سامكو تخصصها الشغلات اللي يتخرع هذه شوفوا الشغل يخرع والله ما دري كم انت شاذا اقبال الحبيب اللي هناك نحط له رافع بعد وصلنا مرحلة الميزان اللي ما يدري شنو فايدة الميزان او ما فهم شنو سالفة الميزان الميزان سالفته ان التاير تكون فيه كتل غير متساوية يعني نفس محين المكان اللي طلع هناك سبعين معنات المكان اللي بيحط فيه رصاص يكون وزنه هني اخه في التاير فهو يعادل الوزن بالوزن اللي بيحطه علشان ما تسر رجفة لان لو فيه كتلة اكبر مكان معين تسوي رجفة في السيارة فاش يسوون المكان اللي ناقص فيه الوزن يحطون مكان وزن يعادل الكتلة هذي علشان شه لما تطلعوا من البر تلاقون طين لازق بالتاير ترجف سيارة بشكل غريب بلين تغسلون الرنج وتختلف جودة التواير بعد فيه تواير تلاقي العرقام بعالية جدا بسبب ان التاير يعني وزنه مو متوزع بشكل قوي يعني مو متوزع بشكل مسامي بس ما فيه تاير طبعا مثالي انك تركب على طول مغير ميزان صعبة يعني وهي مو بس حق التاير حتى الرنج ممكن يكون فيه فهذا تنزل احين طلعوا يا صفر الله معناته هذا التاير خلاص وزنه وزنه متوزع بشكل مثالي ما راح ترجف سيارة الذي فيه مشكلة ثانية غير التواير هادي يسمونها مرحلة السعادة لما يبين الشكل معاك ما تدرون انش كثر متحمس اكثر منكم علشان اشوف هادي اعرفتوا اللي قاعد انطر بشكل تذي اللي وددي بسرعة بسرعة يشتغلون ابي شوف الشكل وحنا حظنا الحمدالله منبلشنا الفراجكت الجاو كله حلو وغيم وبراد فحمدالله هذا الرنج رشب وحطنا له براغي يديدة وهيت شوي بتصوير السناب وركبه المدقر الخلفي هم يقضون المدقر وانا قلبي يتعور احسس بألم قابل مو هامني مو مصبوغة السيارة الهين قاعد تألم هنه يركبون وهنه ما اركب لانه هنه حالا اصول لكم الجهة هذي لما يركبون طبعا هم قادي سون فتحات اضافية وانا قاعد اتألم هل حسين فيني طبعا انتم اكيد مستطل الله شكرا اخلصا من الصوب هذا حين بس خلصونا اظنع لكم برا اصورها والله اللون كان ممبين إلا لما تكحل باللون الأسود الحين صد شوفوا اللون هذا مع هذا أنا مستمتع ما أدري عنكم بس أنا مستمتع وما أشفتوا شيء لألحين ما أشفتوا شيء هذا خمسين بالمية نيركب المتقر ركبون التاير شوفوا الفرق بين التاير السخيف القديم والرنق هذا وهذا شو من الفرق سأضع واحد يم الرنق هذا وارريكم فرق الحجم شوفوا فرق الحجم شوفوا بورريكم فرق الحجم بين القديم والأديد عرفتوا ليش كان ارتفاعها مهلو أن التاير صغير واحد بس تمام خلاص ركبنا التاير والرنقات والمداقر خلصنا من خطواتنا في محل سامكو أعطونا رأيكم بالنسبة لي أنا مستمتع وعجبتني سيارة بس تمام شكرا لحبيبي طلعتها برا عشان تكون لديكم رؤية أوضح حق السيارة هناك مقدرة أصور لكم ياها عدل حتى أخيرا بك المحل كل مركة فهو طلب أبحث عن الأسسان و تعلم الكثير من المحل حتى أفضل نحن و هي أخيرا يمكننا التعاون معنا وتعامل راقي وتشرفنا بمعرفتك أخي رالف يمكننا نأخذ مننا كشافات اللي بركبهم الدعامية للتفصال بس حتى الآن خطواتنا عندهم خلصت وترقبوا الخطوة الياية عند محل Solid Projects اللي بيسول لنا الدعاميات واحتمالا نشوف موضوع السلة بعد الركب لها سلة اشتركوا في القناة كما تشعرون لسessي كلمة لك발ل اشتركوا في القناة وشكرا اللي اشتركوا في القناة اللي بيسول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة